مملكة البحرين مملكة البحرين نيابة عن حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم بمناسبة اليوم الدبلوماسي البحريني عديد الإشارات التي حاكت حقيقة ما قامت عليه البحرين منذ القدم من تواصل حضاري يرتبط ارتباطا وثيقا بأسلوب الحياة فيها الواقع الداخلي الجميل كان له دور التمهيد لنجاح البحرين خارجيا من خلال سياستها المتزنة التي تقف على مسافة واحدة من الجميع ورزانة مواقفها تجاه عديد القضايا الدولية العادلة بالشكل الذي يكفل إرساء قواعد السلام ونشر الاستقرار العالمي وإمضاء هداف التنمية المستدامة لنماء الشعوب وتميزها ويسرنا في هذا اليوم أن نعرب عن خالص الاعتزاز بما يبدله من يمثل الدبلوماسية البحرينية من جهود مثمرة وعطاء متواصل داخل الوطن وخارجه وما يتحلون به من قيم راسخة وثقافة عالية وخلاص بالبذل والعطاء خدمة لوطنها وتحقيق مصالح العليا والدفاع عن مواقفه وبراز إنجازات مسيرة التنموية الشاملة الجهود الدبلوماسية المستمرة تعاظمت في تقديم البحرين إلى المعمورة جمعاء كبلد يقف على خط يتساوى عنده الجميع ويحرص دوما على تفعيل علاقات الصداقة ومد جسور من التعاون بينه وبين الدول كافة لتفلح أرض الخلود بأن تصبح أنموذجا خاصا متفردا عبر الانفتاح على العالم ومد يد التقارب مع الدول كافة والسعي الدؤوب إلى بناء العلاقات وتبادل المصالح والتواصل الحضاري مع العالم بمختلف أقطاره وثقافاته وخضاراته لقد انتهجت الدبلوماسية البحرينية عبر مسيرتها الوطنية التي انطلقت قبل أكثر من خمسة عقود نموذجا خاصا متفردا عبر الانفتاح على العالم ومد يد الصداقة مع الجميع والسعي الدؤوب إلى بناء العلاقات وتبادل المصالح والتواصل الحضاري مع العالم بمختلف أقطاره وثقافاته وحضاراته البحرين ومنذ القدم كانت وما برحت تقدم أبهى الصور التي تؤطرها حكاية أصالة وتاريخ تالد عمق من أواصر الأخوة بين أهلها والآخرين فأرض دلم تستقي من قديم حضارتها حسن التعامل والتقارب واحتضان من يساهمون في رفعتها وازدهارها لتلفزيون البحرين محمد رشيدات ترجمة نانسي قنقر